السائل محمد سنان يقول عند تلاوة القرآن الكريم يتوقف المسلم عن التلاوة إذا جاء وقت الأذان حتى انتهائه فهل يجب عليه فعل ذلك عند الوضوء و كذلك في حالة أننا لم نبدأ بالوضوء بعد الوضوء يستطيع أن يتابع المؤذن دون أن تختل أعمال وضوءه فليس هو بحاجة إلى أن يتوقف عن إكمال وضوءه لأجل متابعة الإمام لأجل متابعة المؤذن حينما يرفع الأذان لأنه يستطيع أن يأتي بألفاظ متابعته للأذان أثناء وضوءه و هذا ما لا يتأتى في تلاوة القرآن الكريم و لذلك كان توقفه عن القراءة من حسن الأدب أن يتوقف و يتابع المؤذن ثم بعد فراغ المؤذن من أذانه و يأتي بالدعاء المأثور بعد الأذان يرجع لإكمال قراءته لكن مثل هذا لا متاح أثناء الوضوء والله تعالى أعلم أنا أعلم غير 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 غير